سلسلة قيود جديدة تفعلها معظم الدول الأوروبية لكبح انتشار كورونا المقلق مع اقتراب عيد الميلاد الإجراءات تشددت في بريطانيا والدانمارك إضافة إلى ألمانيا التي أعلنت عن تسجيل عدد قياسي من الوفيات الأرقام لامست الألف في اليوم الأول من بدء إعادة الحجر جزئيا وقبيل الإغلاق في برليد شهدت المتاجر اكتظاظ من قبل السكان الذين سارعوا لشراء احتياجيات تكفيهم حتى فك الإغلاق وذلك في العاشر من يناير المقبل ورغم الصدمة التي شكلها القرار المتخذ للمرة الأولى منذ بدء جائحة كورونا عبر بعض سكان برلين عن تفاؤلهم بجدوى الخطوة المتخذة أغسط أن يأتي لأول مدينة من جديدة من المتاجر لأنها أكثر من أجل من أجلنا أما في بريطانيا فتم إغلاق الفنادق طبعا هو إجراء يتم للمرة الثالثة منذ بدء انتشار الوباء فيما توسعت الدانمارك في إجراءات العزل الجزء الساري في ثلثي مناطق البلاد لتغطي البلاد كاملة مع تسجيلها إصابات قياسية وصلت إلى 116 ألف إصابة في يوم واحد هذا الإغلاق دخل حيز التنفيذ أيضا في هولندا ولمدة خمسة أسابيع فرنسا اتجهت إلى تطبيق حذر التجول من الثامنة مساء حتى السادسة صباحا سيشمل ليلة رأس السنة الجديدة فرنسا أبقت على إغلاق المرافق العامة المتبق منذ أكتوبر الماضي تجديد الإجراءات يأتي في وقت تسرع فيه أوروبا خطواتها على جبهة اللقاحات عجلت الوكالة الأوروبية للأدوية في النظر في مصير لقاح فايزر بايون تيك اعتبارا من الواحد والعشرين من ديسابر أي قبل ثمانية أيام من الموعد المقرر وذلك مع تأكيد رئيسة المفوضية الأوروبية على أن حملات التلقيح ضد كورونا ستبدأ في نفس اليوم في كل دول الاتحاد الأوروبي